كشف الإعلامي أحمد شوباير عن مفاجآت السويسري مارسيل كولير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تشكيل الفريق الأحمر خلال مواجهة اتحاد جدة السعودية ويلتق الأهلي مع اتحاد جدة غدا الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية وقال شوباير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس كولير قد يدفع بأكرم توفيق أساسيا في مباراة اتحاد جدة فهو لديه ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعب وأضاف علامة اقتباس الفرنسي موديست لديه فرصة كبيرة للتواجد في المباراة كولير يرى أن اللاعب يجيد اللاعب في مثل هذه الأجواء علامة اقتباس وتابع علامة اقتباس موديست هو البديل الهجومي رقم واحد بالنسبة الكولير ويأتي بعده طاهر محمد طاهر فهو ينوي الاعتماد على اللاعب في مركز قلب الهجوم في حال عدم ظهور موديست بمستوى مميز علامة اقتباس وكشف شوباير عن تشكيل الأهلي المتوقعي أمام اتحاد جدة وجاء على النحو التالي في حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع على معلول محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم محمد هاني علامة اقتباس أكرم توفيق علامة اقتباس خط الوسط امام عشور مروان عطية اليو دياند خط الهجوم حسين الشحات كهربا بيرسيتو أبدالإعلامي أحمد شوبير تخوفه الشديد من حالة التركيز التي عليها لاعيد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أن تأتي بنتائج سلبية في مباراة الغد أمام اتحاد جدة السعودي مارسل كول مارسل كولير تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على يوتيوب الأخبار المتعلقة تخيلت هدفي في الهلال قبل المباراة كهرباً يتحدث عن طموح الأهلي في مونديال الأندية تخيلت هدفي في الهلال قبل المباراة كهرباً يتحدث عن طموح الأهلي في رياضة قبل المباراة المكررة كم فريقاً واجه الأهلي في كأس العالم للأنديا قبل المباراة المكررة كم فريقاً واجه الأهلي في كأس العالم للأنديا رياضة للمرة التاسعة الأهل يتسلم شهادة توثيق للمشاركة في مونديال الأندية للمرة التاسعة الأهل يتسلم شهادة توثيق للمشاركة في مونديال الأندية رياضة الأولى قبل 23 عاما الأهلي والاتحاد المواجهة العربية رقم أحد عشر في مونديال الأنبياء الأولى قبل ثلاث وعشرون عاما الأهلي والاتحاد المواجهة العربية رقم أحد عشر في مونديال رياضة كتب معتز عباس أبد الإعلامي أحمد شبير تخوفه الشديد من حالة التركيز التي عليها لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أن تأتي بنتائج سلبية في مباراة الغد أمام اتحاد جدة السعودي يوي أربع أربعة تيتش ناشنل دي يونين فلاك الثاني عشر دريذيس لبوز ناكست الثاني عشر وسبع دقائق الثاني عشر واثنان وخمسون دقيقة أننيوت فولسترين كوبي فيديو يوورل بلا بوز ميوت انيوت رابورت ايب بروبلم لاناكود شا فيدفرتو بلاير وقال شوبيا في تصريحات تلفزيونية على فضائية آون تايم سبورتس إنه هناك تركيز كبير بين لاعب الأهل في التدريبات الجماعية في السعودية لكنه يخشى أن هذا التركيز يصاحبه التوتر والشد العصبي مؤكدا أن هذا الأمرس وفيض على لاعبينا تحت ضغوط ضمن سياق المبيرات ويوجع لها ميضي عون كثير من الفرص وأضاف أن شدة التركيز والضغط العصبي ينتج عنه إصابات وتوتر وأخطاء في التمرير متمنيا عدم حدوث تلك الأمور في المباراة بين الأهل واتحاد جدة مطالبا لعب الأهل بإنهاء المباراة سريعا وعدم الوصول للأشواط الإضفية وأكمل اللاعبين الغير مقيدين يتدربون بتركيز شديد في الميران الجماعي وكأنهم هلعبوا ودا مد انتباع كويس عند المدرب أن الفريق كله في مركب واحدة لأن الأهل عنده فرصة يغير الأسماء لغاية بكرا لو حد اتصاب وتابع أتمنى كولير يكون مركز ويختار التشكيلة الصحة لهذا اللقاء لأن المهمة الرئيسية وهي كيف تفوز وتتأهل لمواجهة فلومينيسي وأردف كولير ممكن يدفع بمحمد مجد أفشة كبديل وطاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة وأكرم توفيق وربيعة للدفاع وإليكم تشكيل الأهل المتوقع من أحمد شوبير حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني ياسر إبراهيم وعبد المنعم وعلي معلول خط الوسطي مروان عطية إمام عشور وأليو دياند خط الدفاع بيرسيتاو ومحمود كهربا وحسين الشحاتي ترجمة نانسي قنقر